النقطة التانية بالنسبة لي نقطة كريم بنزيمة عشان بس النقطة كده ايه والركز لما يكون عندك اصرار ويكون عندك هدف او زي ما بقوله كده بالانجليزية يعني التارجت هناك خلاف قوي جدا وعنيف جدا ما بين بنزيمة او كريم بنزيمة وديديدشا مدير الفني للمنتخبة الفرنسي كان فيه مشكلة بينه بين احد اللاعبين وشريت فيديو وقصة وحدوتة وقاله ابتزاز جنسي وقصة وقضية ومحكمة وشغلانة كبيرة جدا يعني على اثرها الرجل استبعد كريم بنزيمة من المنتخب برا المنتخب خالص خالص ثم قعد بنزيمة كل بطولة بطولة عالم بطولة اوروبا يعني يحاول يلاقي اسمه لك حجاهد حجاهد لا سب المدرب ولا تطاول على المدرب ولا خرج عن النص على الاطلاق لكنه كان كل امل انه يبقى موجود بنزيمة السنة دي الحقيقة مع غياب كريستيان رونالدو عامل الموسم ده والموسم اللي قابله هو اللي مخلي الريال مدريد شكل صراحة يعني هدف الفريق ونجم ومتقلق وعمل شغلة اكتر من رائع شغلة جميل في النهاية لم يجد دي دي شام قدامه اي فرصة لاستبعاد كريم بنزيمة فلما اعلن الاسماء اليوم اعلن الاسماء بما فيها كريم بنزيمة هنا ده نموذج للتحدي وتخطى التلاتين بس هنا نموذج للتحدي والاصرار انه انا ازاي ابقى لعيب اساسي ازاي ابقى موجود في منتخب بلادي ازاي ارد على في مسيرة ريال مدريد خد تلاتة ابطال اوروبا مضموش خد الدور الاسباني مضموش خد هداف مضموش لكنه مضاع حق وراءه مطالب فهو طالب بحقه من خلال الملعب مش من خلال التصريحات مش من خلال الرغي الكتير مش من خلال الكلام الكتير دي حق